السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا باخر على خير وبصحة جيدة فيديو جديد بوصفة جديدة وزوينة بزف لاننا كما كان عارفو بزف دي النساء كي يعانيوا من السمنة وكي بغوا انهم ينحبوا ورغم ذلك كينين بزف دي اللي بنت وبزف دي النساء معقدات من ديك النحافة اللي كتكون مفرطة على الجهد وبغوا يسمانو هاد الوصفة وهي وصفة مسمينة وعندها بزف دي اللي ايجابيات غادي نذكرهم ضيمن هاد الفيديو او هاد الوصفة هنا عندنا واحد الحب اللي هو غير معروف بزف ولي كان راهزوين اللي عرفناه وكنا محتاجين له محتاجين اننا نسمنه او محتاجين بعض ايجابيات دياله الاخرى نستعمله غادي ولي عندنا استعمال عادي روتيني غير هو بالقياس لانه كيدير الافراط في سومنا الى كانت شو حده ناحي فوضى ومت عليه بزف هاد هو حب العزيز حب العزيز اللي معروف عنه انه الاول مرة تعرف كان في مصر في عهد الفراعنة وكانوا كيعطيه بالضبط للناس اللي عزاز عليهم كالمولوك بحل فراعنة شو حد العزيز عليهم بزف كانوا كيعطيهوليه وليدة سمية بحب العزيز هاد شي اللي قيت فاش انا قلبت عليه هاد حب العزيز هو غني بزف ديال المواد غادي نشوفوهم ضايما هاد الفيديو هاد المواد كلها كتتعزز لنا ان الجسم ديالنا يخوض البروتينات وانه يسمان بسرعة وكذلك كتتجعل واحد اشهدي نقول الا بغيت نشرحها هكذا باش تعرف القوة الهرمونية ديال الراجل يعني ان الانسان اللي وصل واحد لاج وكان باقي بغي باش تفهموني غادي نشرح بها الطريقة باقي بغي يولد او ما ولدش وصل واحد لاج وتعدى علي الامر اخذ هاد حب العزيز لواحد المدة ديال شهرين حتى تلت شهر كيقدر انه ينجيب مرة اخرى مهم هاد هاد الافخاز او هاد الجمل اللي قلت لكم غادي تفهمكم اشنو هي النتيجة او الايجابية الاخرى ديال هاد حب العزيز من بعد الايجابية ديال تسمين هاد حب العزيز هو بحل شكل يلا دقتيه حلو وزوين بزيف هاد حب العزيز غني بالساكاغوز وكنعرفوا ان المواد او المكونات اللي فيها الساكاغوز والجليكوز اش كتدير كتسمن لانها حلوة وكيخلي المدق دياله يكون حلو والمكونات تاني اللي فيه هو الالياف عارفين بان الالياف فراها مزيان الجسم ديالنا لكن البروتينات الالياف النشويات هاد المكونات كلهم كيخليوا الجسم انه يسمان فواحد المود دواجيزة انا هنا اخديته من الاحسن انك تخوضيه وتحمصيه هو دير بحل شكل دياله فوكه الجفه بحل اللوز بحل القرقاع ولوغو دياله وزوين بزيف تقدر يتاكله بحل هكدا ديريه كمقارنة بحل دياله بحل دياله تحمصي وده وليوم تقلسي تشدي شكله شكله وحل دياله تحمصي وده وليوم تشدي شكله وليوم تبديت تاكله من الاحسن تاكله ما عندهوش مضارات قلبوا عليه يدروا حب العزيز دخلي لجوجل وكسبي حب العزيز المساوي والمحاسين وغادي يعطيك واش عندهش مضار ولا لا وف نفس الوقت غادي تدري واحد البحث وتقلبي بانه ورا عنده ايجابيات اخرى كثيرة كيف ما قلت لكم إلا بغتي انك تحسي مديرس الوصفة تشدي بحل كده واحد ملعقة كبيرة يوميا تكون محمصة وليوم محمصة غير محاسي احنا تحمي صغير باش يبقى عندك واحد الموده ما غاديش يطرع ما غاديش كيف ما كيجرى له ما كيبقى مقرمش كيف ما فيش يكون جديد إذا انتي غادي تشدي واحدا ملعقة وتحطيها في واحد الصحن وتحطيها احداك انتي كتتفرجي وانتي كتتخدمي وانتي كنت تحطيها وانتي كنت يحطيه ما غزال وانتي كنت تحطيها انت ملاحظة لانتي تحطيها وانتي تحطيها وانتي تحطيها طريقة الثانية التي تستخدمها في هذه الطريقة هي أنك تخضي واحد شوية من بعد ما تكون حمصت كمية كثيرة ودرتها في قراءة الزجاج تخضي واحد شوية بحال هكذا قيمة مشكلة أنا بغيت نطحن غير شوية هكذا يلاحقش ما محتاجش لي الحمد لله ولكن غير باش نوري لكم مطحنت غير شوية قيمة زلافة 100 قرام مطحنت غير شوية لانتخفضها قيمة زلافة ومع سليلو يجب أن تكون لها ملعقة كبيرة ومع سليلو ضمن فواكيل جافة ويجب أن تكون لها ملعقة كبيرة ويجب أن تكون لها ملعقة جافة ويجب أن تكون لها ملعقة جافة اللعنة اكتشعر ايضا لكي يمكنك تغلظه كثيرا وكي تستطيع ايضا لكي يمكنك تضييره كثيرا وكي يمكنك تضييره في حمرة البيضة وكي يمكنك تضييره كمعالقاء تستطيع التطحن والدخل في أي شيء تستطيع التطحن والدخل في أي شيء تستطيع التطحن و الدخل في العصر تستطيع التطحن والقريعة كميه كميه كثيرة و ؛ يؤدي الطريقة لحماسها سوف تشعلي الفران و اضفه و تدخلها و تحمسها كميه كما تدري في الآنية فوق النار و حمسها واحد شوية نضيف ملعقة كبيرة في الكاس الحليب ونخلط ونشرب من بعد اكل على الأكل ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة والحليب اضيف من بعد الاكل دائماً نستعملها من بعد الأكل حتى لن ناكلها كمقرمشات ناكلها من بعد الأكل ما غاديش تضرنا هي الأكلينها من قبل لا غير الأكلتها من قبل غادي تشبعك وما غاديش تاكلي إذن من الأحسن تاكليها من بعد هيك تكون كإضافة تكون واكلة وشبعانة وتزيدي هادي هادي الوصفارها رائعة بزاف دوم عليها وقبل ما تدريها عبر الوزن ديالك شوفيت حال واستعملها لمدة شهر شوفيت حزيدي كمليل مدة شهرين شوفيت حزيدي حتى توصلي لك شي اللي انتي بغيتي البنات اللي بغاوا يسولوني هاد الملعقة اللي خاصنا تكون عندنا في اليوم تكون عندنا مرة واحدة ملعقة مع ملوقة مرة واحدة في اليوم يعني ومن الأحسن مرة واحدة في اليوم ومن الأحسن تكون في فترة الصباح ما نورى الفطور ما تفطري دري هاد الملعقة ولا أكلها بأي طريقة إلا ما كليتيهاش مع الصباح تقدري تاكلها مقرماشة في أي وقت نتمنى أن هذا الوصفات تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر